صادفت يوم الأربعاء الماضية الذكرى السابع عشر على جريمة تفجيرات ثلاثة فنادق في عمان قضى بسببها سبعة وخمسون شهيدا وأكثر من مائة وخمسة عشر جريحا وقد أكد جلالة الملك عبدالله الثاني في أكثر من مناسبة أن الإرهاب الذي يعصف بالمنطقة يسعى لتشويه صورة الإسلام ورسالته استمحة مشددا جلالته على أن الأعمال الإرهابية التي استهدفت أمن الوطن تزيد إصرار الأردنيين في القضاء على الإرهاب وكسر شوكته ورغم أن الذكرى الأليمة ما تزال ماثلة في الذاكرة إلا أن الأردنيين انخرطوا بإرادتهم الصلبة منذ لحظة وقوع الجريمة في لملمة تداعياتها البشعة ويؤكد الأردن دائما وفي كل وقت أن قوى الظلام والشر والإرهاب لن تثنيه عن المضي بثقة وثبات في مسيرته المظفرة ونهجه القويم